هنا بإيموزاركندر وتحديدا بمنطقة ايتسبع تبدو الأمور للوهلة الأولى طبيعية فما إن تقترب من ضيعات التفاحة حتى تهتز لوقع الكارثة التي أحدثتها عواصف البرد التي أجهزت على ما يزيد عن 36% من الناتج العام من التفاحة والذي يعتبر المنتوج الأول بالمنطقة التفاحة تقاس ومشى بالذات والذي يبقى فينا يبقى في نفس الشجرة لأن الشجرة العام جاي لا تعطينا نفس الانتاج وعندنا الدارة لأن البرجون تقاسوا كلهم وعندنا سوائر كثيرا وعندنا الكثير من الكريدي وعندنا الكثير من المتابعات من الشركة الدول وعرفين أن الدول عندنا غالية فاكهة التفاح شاحبة على غير عادتها مترامية بجنبات الضيعات وتتساقط ألما على الأرض وهي ليست معدة للسوق هذه المرة بل للتخلص منها ومع ضياعها يضيع دخل أزيد من 1500 فلاحة يعتبر هذا المنتوج مصدرا لدخلهم هذه الكريتة الطبيعية التي هي تبرولي هذه ضربت تقريبا من 50% ديال المساحة الإجمالية ديال المنطقة المنطقة فيها ربعانا في هكتار وده ضربت 2000 هكتار إذن الخسائر وصلت الـ 5 مليارد سنتيم بل قعدة كما بمنطقة الحوض ومناطق أخرى بـ 8-7 بي مزار كنبر تبقى إمكانة الفلاحين محدودة من أجل وضع الشبك الواقية التي تتطلب أثمنة غالية وهو رجاء المنتجين البسطاء الذين يتمنون تدخل الدولة ومساعدتهم على التقليل من أثار هذا الضرر